نروح بقى لإعلام منافس بيتكلم عن فكرة بيان النادي الآلي وهي بتعجب من بيان النادي الآلي وعنده بعض التساؤلات عندنا بالتأكيد مزيد من الردود عليها نشوف الفيديو ونرجع نعقل فالكلام اللي تقال كلام منطقي جدا أما موضوع الأخطاء التحكمية فهي منذ زمن منذ الأزل لكن الحقيقة إنه ما بقنا مش شايف هنا الاختلاف بقى مش شايف إنه فيه أخطاء تحكمية أثرت في النتائج ليه؟ لأنه فيه تقنية الفيديو تقنية الفيديو مساعد دخولها الدور المصري والأخطاء التي تؤثر في نتيجة تكاد تصل 1% 2% دي لو وصلت يعني خلينا نبقى واضحين إن فكرة تناول بيان النادي الآلي في حالة استنكار أنا قلت أعلام منافس هو بالفعل أعلام منافس وكان شغال في قناة منافسة ولكن حاليا الفيديو ده أو التصريح ده من إذاعة في الراديو أن تايم سبورتس أعتقد الأمر واضح جدا وبيسأل سؤال أو هو شايف من وجهة نظره إن الأخطاء التحكمية منذ دخول تقنية الفيديو مصر لا تتجاوز 1 أو 2% متخيلين إحنا مش حابين نرد على الشخص بشخصه لأن الشخص نفسه كان له تصريحات كتيرة جدا 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 يعني لا داعي لذكرها ولكن اتكلم عن فكرة قد إيه التحكيم المصري ضد نادي الزمالك قد إيه تقنية الفيديو لا تطبق بشكل سليم وما بتخدمش العدالة الكاملة كل ده كان بيتال لكن احنا عايزين هنا نوضح ليه بياني النادي الأهلي خرج وإزاي بنتكلم عن فكرة أخطاء 1 أو 2% وإحنا عندنا دوري الموسم الماضي فقط لغير يعني كان ممكن ينهي المنافسة من شهر من مباراة 2 و1 ومن بعد مباراة 2 و1 كده كنا خلاص نبدأ نلعب ونلعب روتيشن في الدورة المصري وكنا نلعب نكمل بطولة أفريقية ولكن أخطاء التحكيم في وجود تقنية الفار هي اللي أبقت على التنافس ما بين الأهلي والزمالك بشهادة خبراء التحكيم للسبع جوالات الأخيرة اللي ما كانش فيهم أي نوع من أنواع تكافؤ الفرص إذا مالك بيبدأ مرسهم بعد معسكر 40 يوم والأهلي بيلعب 11 مجرعة للتوالي أربع منهم كان بيلعب ناقص لعبي اللي كانوا مشاركين مع المنتخب الولمبي في أولمبياد تقلو نستعرض النقاط اللي اخصرها النادي الأهلي نستعرض الواحد أو الاثنين في المائة اللي هي الواحد أو الاثنين في المائة فعلا النقاط اللي اخصرها النادي الأهلي الموسم الماضي وإحنا هنا كنا رفقاء جدا ما جبناش أي نقطة بدون أراء خبراء التحكيم وأعتقد يعني فقط فروم معاكم طول الوقت يعني فبنكون مستعرضين أراء خبراء التحكيم إنه اللي قال لي فقط 12 نقطة يعني كحد أدنى كحد أدنى 12 ده اللي هو بأراء اللي هو خلاص يعني ده يعني بإجماع الأراء اللي هو يرجع للأرشيف لو مش مستدق فرس ووسامة بإجماع الأراء ما فيش أي حد مش مختلف عليه أول نقطين ضرب الجزائر محتسب البكهم أمام ودي دجلة تاني نقطتين هدف ملغي للأهلي أمام البنك الأهلي والإعداد كمان مرضاش يجيب لكم رقل الجزاء غير محتسبة على البنك الأهلي في المباراة دي واكتفى بالهدف أيمن أشرف الهدف الوحيد اللي انت شفته وتكرر خمسين مرة تقريبا بعد الهدف ده وكأن نوع من أنواع يعني إيه تكفير زنوب للحكم وحكم تقنية الفيديو عمر الشناوي وكان حميده سلامة ده إثبات زنوب النقطتين اللي بعد كده كان ضرب الجزائر غير محتسبة لمحمد شريف أمام برامدز وهدف والترب والية كمان موجود في المباراة دي اللي خرجنا فيها تعادل وده اللي بيؤكد لما بيتساوي جزء يعني قدر كافي من العدالة التحكمية ما فيش فريق أو كامل احترام الفريق برامدز ما يقفش قدام النادي الأهلي فدولك بسم الله الرحمن الرحيم كده أول ست نقاط فقدهم النادي الأهلي في الدوري لو ما كانش النادي الأهلي فقد الست نقاط دول فقبل ما يروح يلعب كأس العالم الأندية كان تقريبا زي بقولكم الدوري انتهى في شهر إبريل نقطتين فقط لغير في مباراة غاز المحلة ممكن انت لو حابب تنوع تقول تلاتة تقول الفاول اللي جاء منه الجول مش فاول أصلا تقول ان لنا رقل الجزاء محمد هاني تقول اللي لنا طرد من أول الشوت التاني فهتبقى تلعب بعشر لعبين وانت كان عندك أفضلية انك تكون متقدم برقل الجزاء لمحمد هاني لان قلنا الفاول اللي جاء منه الهدف ما هواش فاول حقيقي ولكن احنا هنا بناخد الحد الأدنى ومعاكم على أقصح أقل حاجة 12 نقطة عندنا أيضا مباراتين أمام لإسماعيلي وطبعا جونيور أجاييه ورقل الجزاء واضحة جدا الكابتن كان في محمد حنفي في الساحة الكابتن محمود عشور متذكرين متذكرين أحداث الموسم ويجي يقولك واحد أو اثنين في المية والمباراة الأخيرة كانت هدف طلاقة الجيش اللي من وجهة نظرنا مش هنقول عليه اتفاق كامل لكن كان عندنا لقطة واضحة جدا لرامي ربيع في مباراة أهلي وزمالك برضو محدش خالص من خبرات أحكين اتكلم فيها لكن عندنا أخطاء أخرى ممكن يستعرضوا بس لقطة رامي ربيع دي لقطة رامي ربيع اللي أيضا يا فارس كان لسه هو نفسه الحكم كابتن محمود عشور أيضا حكم فيديو كان أمين عمر حكم ساحة ووقع رامي ربيع خير يا جماعة في حد يبص بصة ولا هيعمل أي حاجة اللقطة اللي احنا عرضناها دي أصلا من النقل التليفزيوني احنا مرضناش ما بنعرضش اللقطة اللي هي من مصور داخل الملعب واضحة جدا الدهس قدم رامي ربيع دي لقتين رامي ربيع بيتعالج والكابتن محمود عشور شاف انه ما فيش داعي استدعي الكابتن أمير عمر واتعبه معايا وانا كنت استدعيت محمد الحنفي بعد كده في مبارات الإسماعيلي عشان نتعيب معايا ولكن للأمان عشان نكون منصفين الكابتن محمود عشور الموسم ده مقدم مستوى أفضل من مواسم محمود عشور السابقة بالكامل وانا كلامي واضح ودقيق أفضل من مواسم محمود عشور بالكامل مش أفضل حكم متواجد على الساحة عشان انت بتمسك في الكلمة وترجع بعد جهة تقول انت كنت بتقول محمود عشور مش عارف ايه لا 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 انت متوسم خير فلعل يعني ما زي ما بقولك لا في ربط لنديا نجيب كابلت تحكيمة النابي عشان كده بقولك ولكن عايزين بس نقول حاجة انت عندك دول سبع مباريات دول اللي احنا عرضناهم سبع مباريات نسبتهم ومباريات الأهلي ارجع بقى الفكرة الواحد في المية احنا كده المفترض خلصنا خلص الواحد والاتنين في المية لا لا خد بالك احنا ما تكلمنش عن اخطاء تحكيمة في الوقت اخرى ده لسه جاي اقولك ده الزمالك بس ايس النسبة وما جبناش نادي غير ناديين اللي احنا بتتكلم فيهم الفكرة بس ان واحد واثنين في المية ده جماعة تصريح ما تقالش في البونتزليج انت متخيالي الدوري الالماني ما تقالش في الدوري الايطالي ما تقالش في البريمير ليج ما تقالش في اي دوري كبير من الدوريات الخامسة الكبرى ان حد طلع قال نسبة الاخطاء التحكمية عند لها واحد ولا اتنين في المية احنا لو بيحكم يعني فكرة روبوت بيحكم المستوى الرفي نسبة الخطأ حتبقى أعلى من كده فعشان كده لما جي انا امرر جملة زي دي وانا بتكلم انا بلغ بيها كل اللي تقال في دوري سابق وتعالى عشان تقعد وتطلع تقولي الكلام ده تتكلم بحالات اما الكلام المرسل اي حد يقدر يقول كلام مرسل والكلام المرسل احنا هنا كويس قوي بنعرف نرد عليه وحتى لو البعض فضل يقوله بعد كده بيبقى الجمهور عرف انه هو كلام بلا قيمة لانه هو مرسل هنيجي بقى لحالات النادي اللي توج بالدوري احنا قلنا النادي لقلي اتحرم من 12 على الاقل غير فيه لقبة اخرى اللي هي مباراة الزمالك تعالى نادي الزمالك استفاد بكام نقطة تحكميا ده ايضا بفكرة اللي على الاقل عندنا 11 نقطة ثلاث نقاط في ضربتين الجزاء الغير محتسبتين امام امبي واكيد كلنا فاكرين مباراة امبي وكان مؤشر واضح جدا الصباحي كان حكم مباراة بالظبط بعدين عندنا نقطة هدف غير محتسب لبيرامدز امام الزمالك في الدور الاول وتتولى النقاط ودي بيرامدز اللي اعتقد لما نجي نشوف فرق النتائج معاه ممكن نسقط الجدول اللي فات اللي فيه ضرب الجزاء محمد شريف وفيه هدف بولية ونشوف هنا نقطة بهدف غير محتسب بيرامدز ما بيتزلامش قدامنا ليه كده وما بيغلطش حد في بيرامدز ويا ريت لما بيغلط انت مش هت بص انا عايز اقولك حاجة خطيرة كمان الغلط بتاع بيرامدز في مباراة الزمالك ما بيتبروزش لان محدش بيتكلم من بيرامدز في الاخطاء اللي بتحصل فكابتن هاني سعيد بيبقى كول جدا ما شاء الله عليه عنده تمالك نفسي وعصبي في مباراة الزمالك رهيب جدا يحسد عليه ما شاء الله يعني اما عندنا بيفضل الكلام في الخطأ كتير نيجي سريعا نقطة بعد كده لضرب الجزاء قلنا جير صحيحة ايه ده ايه امام بيرامدز دولي التأمير بقولك ده بص بقى ده اجيال بتسلم اقطاء يعني بس خد بالك يعني ايه فيه تنوع في الاخطاء هنا في الاولى يعني غير صحيحة وفي التانية يعني هدف غير محتسب يعني مرة المشياء هدف ومرة رقل الجزاء طيب نيجي بعد كده نقطتين ضرب الجزاء غير محتسبة للمقصة في مباراة الزمالك ونقطتين في ضرب الجزاء غير صحيحة للزمالك امام المصري ونقطتين ضرب الجزاء غير محتسبة امام سموحة وانا عايز اقول لك جماعة ممكن حد يا فسامة يقد يشتغل كده حلقة كاملة لسموحة والزمالك والمقصة والزمالك يعني الموضوع لا سموحة قصته وجبنا كاس مصر وبطولات بتأدي الكونفدرالية وقصة كبيرة جدا والمقصة وفي العاجل قريبا براميس احنا عددنا الواحد في المية لا احنا كده يعني تقريبا هتمخر في المية ناخد بقى فيديو كابتن عصامة عبد الفتاح اهو بنفسه طبعا انت ما فيش حد يعبر عن حالة التحكيم المصري في وجود الفار اكتر من رئيس لجنة الحكام اللي نطلع نسمع قال ايه عن الفار المصري نشوف الفيديو اه مشكلة الفار هاتفقنا هتكلم بصراحة لا بصراحة طمع اه مشكلة الفار هي اه كانت مشكلة كبيرة كانت مشكلة كبيرة انتهت المشكلة في خلال ثلاث شهور مستحيل نعم انا ما معيش عصة صحرية ولكن فيه تقدم فيه تقدم ممكن يزيد اكتر في الفترة الجاية ان احنا من خلال دورات واحنا من ساعة مجينة اه من ساعة مجينة عندنا دورات او اي رئيس لجنة يجي يكمل يعني ده نصحة لاي حد يعني انه يكمل الدورات اللي احنا عملنا لان احنا فعلا سلقنا الفار الفار بيتعامل من ستة اه الناس تقول لي ايه بس الناس دول خده رخص اه لان الفيفا والايفاب بيصدق اي دورة وكابتن احمد انا لما ببعت لكابتن احمد مثلا هو الفيفا او الايفاب بعت له ان السميد اصبح مؤهل بيقباله على اساس انه بيصدق فيك سهي لكن الحقيقة التدريب على الفار كان لم يكن كافي على الاطلاق نعم وعلى اطلاق لموافق اه بنحاول نتور في ده كابتن احمد نتور نتور والامانة احنا اللي بنحاول نخليهم ياخد رخص واللي هنخليهم يحكموا الفترة الجاية اللي عندهم ثقافة ثقافة لان حكم ما عندوه ثقافة مستحيل يوعد داخل غرفة الفار ما عندهمش ثقافة انا ما قصوشش ثقافة اللي هي ثقافة ما عندهمش ثقافة تحت مين ما عندهمش قول شخصية انا بتكلم على تحليل السورة تبتنى حقا يا سادة الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما قلنا واحد او اثنين في المية النقاط موجودة وسلعنا الفار وسلبنا الاهلي اللقب هم دول كانوا المعادلة الواضحة في فار الدوري الماضي